هل تجدد الأمم المتحدة تفويض بعثتها للمراقبة الدولية في اليمن؟ سؤال تنتظر الأيام القادمة الإجابة عليه مع حلول انتهاء عمل البعثة الحالية نهاية يونيو الحالي وتواجه المنظمة الدولية تعقيدات كثيرة تعيق أي تقدم في ملف المشاورات نتيجة تنفيذ انتشار أحادي لجانف الحديدة تسبب بأزمة ثقة بين الشرعية ومبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفث على خلفية رعايته تسليم الموانئ لقوات تابعة لميليشيا الحوثي أزمة الثقة بين الشرعية والأمم المتحدة أدت إلى رفض طلب متكرر من مبعوث الأممي للقاء الحكومة والتي وفق مصادر خليجية اشترطت حضور الأمين العامل الأمم المتحدة أنتوني غتريش أو من ينوب عنه لمناقشة تجاوزات مبعوثها الخاص وتقول تلك المصادر إن الحكومة ربما تطلب من الأمم المتحدة تقديم التزام واضح بمعالجة تجاوزات غريفث بالحديدة تتزامن هذه الأحداث مع أنباء نشرتها وسائل إعلام سعودية عن وجود نقاش داخل أروقة مجلس الأمن حول آليات إرسال بعثة مراقبة دولية جديدة مع قرب جلسة استماع لإحاطة المبعوث الأممي في السابع عشر من الشهر الجاري واللافت أن هذه الأنباء تحدثت هذه المرة عن إمكانية نشر قوات حفظ سلام مسلحة فيما هو واضح فإن المشهد السياسي في اليمن يزداد تعقيدا كلما تدخلت الأمم المتحدة بحلول إضافية وهي الحلول التي لا تعالج بحسب مراقبين جذر المشكلة المتعلقة بتمرد الحوث على كل القرارات الدولية بل تساهم أيضا في اتساع حجم أزمة الثقة بين الأمم المتحدة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا اشتركوا في القناة